الطريقة الغيبة تتناقض تماما مع فلسفة الإمامة الإلهية اللي هم يصرون عليها وبنوا كل نظرياتهم حتى فرضية وجود المهدي بنوا على فلسفة الإمامة لأنه قالوا إذا الله لازم يعين إمام وإلى يوم القيامة لازم عندنا أمه فإذا لازم نفترض وجود هذا الإمام افترض وجوده ووقعه في مأزق آخر طيب وين هذا إمام؟ ليش ما يطلع؟ ما موجود لأنه لكي نفهم موضوع الغيبة على حقيقته لابد أن نفهم أولا نظرية الإمامة الإلهية كما كان يقول بها المتكلمون الإماميون الأوائل الذين أسسوا لها تقول نظرية الإمامة أن الأرض لا يجوز أن تخلوا من إمام أي من حكومة ودولة هذه أول مقدمة وأن الإمام أي الرئيس أو الخليفة أو القائد الأعلى يجب أن يكون معصوما ومعين من قبل الله أي مقدمة ثانية وأن الشورى باطلة ولا يجوز انتخاب الإمام بصورة ديمقراطية من قبل الأمة وأن الإمامة تتسلسل بشكل وراثي عمودي في زرية علي والحسين إلى يوم القيامة هذه النظرية الإمامة التي تبدعها تطلعوها الإمامية بصورة سرية وركبوها على أمة أهل البيت وأهل البيت لا يعرفوها ولا يتبنوها ولا قائلين بها المهم هذه نظرية الإمامة وبناء على هذه النظرية افترض المتكلمون الإماميون وجود وولادة ابن للإمام الحسن العسكري بالرغم من عدم وجود أدلة تاريخية كافية وما أحد ما شايفه كما شبنا الشيخ المفيد يقول الإمام العسكري أخفى مولده وسطره وأصلا ما يعرفه وجمهور الشيعة ما يعرفه هذا كلام صحيح وقالوا لا بد أن يكونك تولد لا بد لا بد كل الدعم يقول لا بد يعني يفترضون لا بد أن يكون قد ولد الإمام الحجة ابن حسن العسكري وأن أباه قد أخفاه عن أعين الناس فسهو ما قال عندي ولد ولا قال أنا أخفيته هم افترضوا عند ولد وافترضوا أنه أخفاه ولكن السؤال الكبير الذي فرض نفسه هو إذا كانت الإمامة محصورة في هذا الشخص ولا تجوز لغيره من الناس العاديين غير المعصومين وغير المعينين من قبل الله تعالى فلماذا يغيب ويختفي ولا يظهر ليقود الشيعة والمسلمين ويؤسس الحكومة الإسلامية التي لا بد منها ما داما أن الأرض لا يجوز أن تخلق من الإمام والإمام الغائب لا يمكن أن يمارس إمامته وقيادته للناس فلازم يظهر حتى يمارس قيادته ويدعو الناس إليه وما هو السر في الغيبة وإلى متى يغيب وما هو واجب الشيعة في حالة الغيبة قال روح ناموا ببيوتكم وانتظروا حتى يطلع هذا الإمام آي العباسين صورنا فرد فخ ووقعوا الشيعة الإمامية فيه وارتاحوا العباسيين أنه انتظروا هذا الإمام يطلع لهم يعرفون ما موجود فكان يروجون لذلك يقولون الشيعة الثاني عشر يقولون حتى شن يؤمنون بهذا الإمام مهات يضحكون عليكم هؤلاء السلطة العباسية يشجعوكم على الإيمان بفكرة سلبية تضركم لا تنفعكم هم يستفيدون من عدة فقط يرتاحون من الشيعة نايمين لقد كانت النتيجة الطبيعية واللازمة لذلك الفكر هو مبدأ الانتظار السلبي وتحريم النشاط السياسي في ما يسمى بعصر الغيبة وهو مبدأ الذي ساد قرونا طويلة من الزمن ولا يزال بعض آثاره مستمرا حتى اليوم بالرغم من القول بنظرية النيابة العامة وولاية الفقه حيث انتهت نظرية المتكلمين المثالية بالحقيقة ليس الإمام غاب هذه النظرية المثالية الخيالية انتهت إلى غيبة الشيعة عن الحياة الشيعة غابة وقالوا دعنا ننتظر الإمام ونذهب إلى البيت إلى قبل خمسين سنة بالنجف مراجع النجف كان يقولون ذلك وربما حتى الآن بعضهم يقولون بذلك أنه يجب أن ننتظر هذا الإمام وما ننخرط بأي عمل سياسي وافتقادهم للإمامة الشيعة ما كان عدم أئمة فهم أكلوها يعني لعدم ظهور الإمام المعصوم وهذا ما شكل تناقضا صارخا مع فلسفة الإمامة التي تقول بوجوب الإمامة في الأرض ووجوب كونه معصوما ووجوب تأيين الله له في كل زمان ومكان من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وقيادة المسلمين والإفتاء لهم وحل مشاكلهم التشريعية الاجتهاد كان حرام الأنصر حلال تشوفوا أن العلماء يجتهدون لأنه ما عندهم إماما بعد من الله فقاموا يجتهدون بالظن وكل فتواهم قائم على الظن وكان الشيعة الإمامية قد خاضوا تجربة مرة مماثلة مع الحركة الواقفية الشيعة الواقفية التي أدعت غيبة الإمام موسى الكاظن قالوا هذا طلع من السجن وهرب وغائب ووقفوا منها موقفا رافضا الشيعة الآخرون رفضوا الحركة الواقفية وذلك لتناقض الغيبة مع فلسفة الإمامة شوفوا بصراحة الإمام الرضا ماذا يقول حيث قال لهم الإمام علي بن موسى الرضا سبحان الله يموت رسول الله ولا يموت موسى قد والله مضى كما مضى رسول الله والتهمة الواقفية الإمام الرضا التهمة الواقفية الذين زعموا أن أباه لم يموت كانوا طلعون نظريات من بطنهم يعني اتهموا بالكذب والكفر بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الضاه في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلماذا يموت رسول الله ويبقى أبي شوفوا هنا الإمام الرضا دي ينسف نظرية الغيبة ويقولهم هاي نظرية متناقضة هاي الأحاديث القرات في الكمياء الآن موجودة في الكافي للكليني جزء واحد صفحة 380 وفي كتاب الكشري معرفة الرجال صفحة 378 وأخذ الإمام الرضا يناقش الواقفية في معنى الإمام شين معنى الإمام وفائدة قولهم بالإمامة إذا كانوا يعلقون التزامهم بإمام غائب لا وجود له في الحياة في الظاهر يعني وينبههم إلى ضرورة التفاعل مع الإمام الحي الظاهر الحي الظاهر وينقل عن آبائه قولهم إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف ومن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية يقول الإمام الرضا إمام حي يعرفه مو أحد ما شايفه ما تعرفه وتقول هذا الإمام إليه وقد قال رسول الله من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية يسمع ويطيع أنت شايف تسمع للإمام المهدي الغائب والطيعة ما يمكن ومن مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية إمام حي تشوف الإمام الرضا يأكد الكلام كم مرة يعني مما يكشف عن رفض الإمام الرضا لنظرية الغيبة في أيام الإمام هو وذلك لسقوط الحجة عن الناس في حالة الغيبة وضرورة حضور الإمام بينهم ومعرفتهم له والاستماع إليه وطاعته والتفاعل معه إذا كان يجب على الله أن يبعث إماما من قبله وحتى أي إمام عادي إمام عادي يعني الله أن يسمعه والطيعة إذن فإن الغيبة تشكل تناقضا صارخا مع هذه الفكرة ضرورة وجود الإمام الذي يفترض أن يتصدى لقيادة المسلمين ولا يجوز له أن يغيب عن الساحة فإذا قلنا مثلا أن الدولة يجب أن تعين رابطا للمرور في التقاطع الفلاني حتى ينظم السير مثلا ورأيناه غائبا والمرور مشتبكا فإن غيابه يشكل تناقضا مع قولنا لا بد أن تعين الدولة ضابطا ضابط غائب ما يصير ولا يفيد ولا يفيد وجوده خلف ستار الغيب لأن المرور أصبح مشتبكا ومعقدا وفوضويا وهذا أمر عقلي بديهي وواضح لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله أو تبريره ببعض الأخبار الضعيفة اللي يغيب وما يغيب وتمحيص وما أدري كلها كلام مختلق ولكن أركان نظرية الغيبة اللي نظروا للغيبة نظروا لوجود الإمام وقالوا أنه غائب رفضوا استخدام العقل هنا بالرغم من استخدامه في تثبيت المقدمات الأولى أول شي قالوا ونحن بالعقل نثبت وجود الإمام شنو أذلتكم يا أخوان قالوا ضرورة وجود الإمام ضرورة كونه معصوما ضرورة كونه معين من قبل الله وبعدها نقولون طيب وينا غائب